فضيل الدكتور علي هناك جدل ثائر بشكل كبير جدا على موقع التواصل البلاسية بعد انتحار الفتاة في موسيد ستارس في مدينة نص الناس يتكلمون عن حكم الانتحار هل المنتحر كافر ليس كافر أمور كثيرة جدا تتعلق بالإطار الشرعي حكم الانتحار بداية الحمد لله والصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم يقول النبي صلى الله عليه وسلم من قاتل نفسه بشيء عذب به يوم القيام يا الله ويقول النبي صلى الله عليه وسلم من تردى من فوق جبل أسقط نفسه من فوق جبل فهو في نار جهنم يتردى فيها خالدا مخلدا أبدا الحديث الصحيحي البخاري ومسلم ومن شارب أو تزوق سما فمات به فسمه في يده يتحساه في جهنم خالدا مخلدا فيها إلى يوم القيامة يتحساب يعني يشربه؟ يشربه في نار جهنم ومن قاتل نفسه أو طعن نفسه بحديدة فهي في يده يجأ بها عنقه يطعن بها نفسه في جهنم خالدا مخلدا فيها يعذب بنفس ما قتل نفسه به أصل الحديث من قتل نفسه بشي عذب به يوم القيامة سبحان الله لكن هنا في هذا الحديث لفظ خالدا مخلدا فيها أبدا في الصحيحي فمنه أخذ البعض أن الذي يقتل نفسه إذا هو كفر لأن الخلود يوم القيامة لا يكون إلا الكفر أو غير المسلم الخلود في النار في الخلود في النار نعم لكن عندنا حديث آخر وهو؟ حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه يحكيه عن الطفيل بن عمر الدوسي رضي الله عنه الطفيل بن عمر الدوسي من دوس أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم قبل الهجرة وقال يا رسول الله هل لك في حصن دوس؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم أبى لما أراده الله عز وجل للأنصار في المدينة فهاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة ثم هاجر طفيل بن عمر ومعه صاحب له فلما سكن المدينة أصاب صاحبه مرض اجتوى من المدينة فجازع فأخذ مشقسا حديدا كده زي سكين وقطع براجمه فمت يا الله فرآه الطفيل بن عمر بعدما براجم ليه الأوتار الأوتار أولا الأطراف فمات فرآه الطفيل بن عمر رضي الله عنه في رؤيا وفي هيئة حسنة وقد غط يده التي قطعها فقال له الطفيل بن عمر رضي الله عنه ما صنع الله بك فقال غفر لي بهجرتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم قال وما هذا الغطاء على يدي قال قال الله لي لن نصلح ما أفسدت وغنى موطن أنه يعذب نعم قال النبي صلى الله عليه وسلم ورفع يديه قال اللهم وليديه فاغفر وليديه نعم يعني يسأل النبي صلى الله عليه وسلم ربه سبحانه وتعالى ودعو النبي مستجاب إن شاء الله أن يغفر له حتى هذا الخطأ الذي فعله فعندنا إذن أحاديث ظاهرها التعرض والحقيقة ليس هناك التعرض من قتل نفسه متعمدا كافرا باليوم الآخر هذا الذي يخلت فينا رجع كافرا باليوم الآخر يعني ملحد نعم لا يظن أن هناك بعث ولا حساب ولا عقاب ولا شيء فهذا لا شك أنا غير مسلم نعم خلص أما الذي قتل نفسه بسبب أعزامه ودرد الدكتور بمرض نفسي بسبب يأس بسبب إحبار بسبب الظروف مر بها فهذه كبيرة عظيمة وهو في معية الله نعم إن شاء عذبه وإن شاء غفر له ولا نحكم عنه أنه كفر نعم ونترحم عليه النبي صلى الله عليه وسلم أتي برجل كما في حديث جابر بن سمر رضي الله عنه قتل نفسه بمشكة رجل آخر فلم يصلي النبي صلى الله عليه وسلم لكن الصحابة صلوا عليه النبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي عليه تعذيرا له ولمن جأت بعده من أمته صلى الله عليه وسلم هنا قانون حتى أهل الفضل لا يصلون عليه فالمسألة هنا التعذير والشدة وفي نفس الوقت الرحمة نعم يعني المسألة معادلة هنا كبير عظيمة لا نستهين بها قد تؤدي إلى نار جهنم وفي نفس الوقت الرحمة بمن مات أن ندعو له والرحمة بأهله لكن عندنا هنا إشكال يعني بتعقيل بس على فضلت الدكتور لو أذن لي في غير بلاد الإسلام كما تقول منظمة الصحة العالمية أعلى معدلات انتحار في العالم في غير بلاد الإسلام الربط هنا بين الناحية الدينية أو الشرعية أو الأخلاقية وبين الألم أعلى دول العالم طبقا لكلام منظمة الصحة العالمية في الانتحار دول مثل روسيا كوريا اليابان بلجيكا السويد السويد تأتي بعدهم نعم هذه وبعض الدول الفقيرة طيب العلم هنا ووصل إلى رفاهية لكنه لم يصل إلى التوحيد والإيمان نعم نحتاج المعادلة هنا بين هناك فرق بين مريض نفسي يحتاج إلى دعم إيماني ومعه دعم طبي وفي نفس الوقت الذي يصيبه كرب أو هم أو حزن هذا من الأمراض النفسية فضلت الدكتور علاجه أيضا في القرآن والسنة وننزل من القرآن ما هو شفاء نعم النبي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم سنى لنا الرقية الشرعية نعم الفاتحة سبع مرات الإخلاص المعوزتين أن تقول أعوذ عزة الله قدرتك من شر ما أجد أحادر سبع مرات وغير ذلك مما جاء في الرقية الشرعية لا تحارض بين الطب كمسألة علمية وبين الشرع النبي صلى الله عليه وسلم أخذ الدواء وتداول صلى الله عليه وسلم لكن الرقية الشرعية أساس مع الإيمان بالله عز وجل مع الدعاء الله عز وجل لا أغذي أسباب فإذن أخذنا بأسباب شرعية أولا نعم إيمانية شرعية مع الأسباب الطبية لا تعارض بين الحالتين فالمسألة هنا مسألة أن هذا المنتحر إن انتحر وهو مؤمن بالله عز وجل فهو مسلم ولكنه وقع في كبيرة عظيم لا نستهين أبدا بالكبير وفي نفس الوقت نترحم عليه ونصلي عليه وندعو الله له ونرأف بأهله وما أصابه نعم أشكرا شروعا كذلك للدكتور